طيب الداخل التركي لو شفنا تأثير هذه السياسة الخارجية التركية أو الأرض غنية زي ما حرك وصفتها كان تأثيرها إيه على واحد من أهم هذه المفاصل اللي حرك قلتها في الدولة العميقة التركية وهي المؤسسة العسكرية قبل انقلاب 2016 كان الجيش التركي وربما ده من جلوب الفاير الأمريكية لتصنيف المؤسسات العسكرية أو جيوش حول العالم كان في 2016 بيحتل الجيش التركي المركز الثامن عالميا هنشوف ده في 2020 في أحدث تصنيف بيحتل المركز الحداشر وده ربما بيشير أو لي نتيجة أخرى الهزئم المتكررة في ليبيا وخيبة الأمل في ليبيا وخيبة الأمل في سوريا زي ما حرككم كده شايفين دي كانت في 2016 كانت تركيا بتحتل المركز الثامن هنشوف في 2020 دلوقتي قدام حضراتكم هتلقوا بيحتل المركز الحداشر على العالم إزاي التراجع ده حرك شايف أنه ده نتيجة أساسية أو نتيجة مباشرة لسيطرة المؤسسة الإسلامية التركية أو حزب العدالة وأردوغان على الجيش التركي وإضعاف الجيش التركي وتحويله إلى مليشيات طبعا الجيش التركي كان عقدة أردوغان لأنه أنا أسل فن من المؤطعة هنا مصر دي 2020 مصر بتحتل المركز التاسع عالميا وتركيا بتحتل المركز الحداشر نتيجة للطفارات اللي حققتها المؤسسة العسكرية المصرية فارتقت للمركز التاسع عالميا في حين هبط مستوى التركيا المركز الحداشر حتى تشوفوا حضراتكم السهم الأمام مصر الحقيقة بيختلف عن السهم الأمام تركيا في حالة فلات يعني في حالة موت طبعا الحقيقة أنه يعني مصر قدرت فيه من بعد 2014 أنها تضيف إلى القوات المسلحة المصرية ما يسمى بأدوات الرادعة وقوة الرادعة سواء كانت في الأسلحة البحرية أو في الطيران أو في الأسلحة البحرية وده طبعا أعطانا ميزة قوية جدا وده لقناها الحقيقة في ليبيا فاضح ساعة الجد كان مجرد المناورات المشتركة اللي عملتها مصر مع كل الدول في المنطقة المتوسطية لقينا ببساطة شيء جدا أنه تركيا بترجع والكلام عن تدخل الجيش التركي كان أقرب للدعاية ورغم أن البرلمان أقر تدخل تركيا في ليبيا إلا أنه في الحقيقة ما حصلش أكتر من الميليشيات اللي تمت عن طريق بعض الشركات السرية في الطيران ولما كشفت هذه الشركات لقينا أنه مجموعة من الميليشيات راحت بسفينة بحرية عشان توصلوا إلى ليبيا هنا لازم نعترب أنه عقدة المؤسسة الدينية وعقدة حزبة العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية هو آخر فرجا من أحزاب سابقة كان لها طيرات دينية قدرت المؤسسة العسكرية أنها تنقلب عليها وتحطها في حجمها فكان من الضروري جدا أنه أردوان يفكر كيف يمكن أن أقضي على قوة الجنرالات اللي هم في الحقيقة بيحمل علمانية وبيحمل دستور في تركيا بجانب القضاء قال لك هدخل الاتحاد الأوروبي وحاجي على تفاهمات الاتحاد الأوروبي وحوافق عليها من أول شكل الطريق لغاية شكل حوكمة الأمالة لكل التفاصيل جزء منها اللي كان عين أردوان عليه هو عدم تدخل الجيش في السياسة مضبوط قبلها لو تتذكر أنه أردوان حاب يفبرك قضية للجنرالات سميت بقضية المطرقة اللي هو جاب مجموعة شهود زور ادعوا أنه فيه جنرالات حينقلبوا عليه وأنهم عايزين يعملوا انقلاب عليه وبالتالي تأبض عليهم والأول مرة كنا بنشوف جنرال سورة جنرال أنيق جدا حاطة البلط على كتفه حاطة الناشين وممسوك بمقبض عليه كانت صورة يعني تتصدر كل وسائل إعلام في العالم لما قدر يسيطر على المسألة دي كلها قدر يغير الدستور ويصبح في نفس الوقت رئيس لقينا في الانقلاب أنه عليه يطهر الدولة الموازية دولة الموازية سيطرت على الطيران سيطرت على قواعد عسكرية سيطرت على القضاء سيطرت على الصحافة زي جريد الزمان سيطرت على كل مفاصل الدولة جزء كبير جدا كان عليه أنه يضحي بأفضل العناصر عنه في كافة المجالات مش بس في الجيش يعني أفضل الجنرالات المقاتلين أفضل الجنرالات المخططين للحرب أفضل الجنرالات اللي كانوا أركانوا في حلف الأطلنطي اللي هو كانت هم كان الجيش التاني في حلف الأطلنطي كل دول جرى الإطاحة بيوم وشفنا مشهد الحقيقة شفنا مشهد العسكريين متربطين ومرمين زي شويلة البطاطس في عربيات اللعينهم هدومهم على الأسفلت يعني بالزبط ملابسهم الداخلية فأنت هنا آخر تقرير يمكن كانوا بيتكلموا عليه أن أنت عندك أزمة في قيادات الجيش وعندك أزمة يعني عدد الطيارين أقل من الحد الأدنى اللي تحتاج تركيب 40% يضاف لك كده أن كل القيادات الكبيرة في الجيش التركي وانتهى بيها الأمر إلى التقاعد فأنت عندك طبيعي جدا أنه يحدث ذلك يضاف لكده أن الجيش التركي تعرض لضربات مؤلمة جدا في سوريا وفقد أردوغان جزء من الغطراسة بتاعته جزء من إحساسه بداه وخصوصا أن المنطقة بتاعة شمال سوريا هي المنطقة الكردية وهي في نفس الوقت المنطقة اللي فيها البترول اللي هو يتمنى أنه هو يسيطر عليه هنا لازم تعرف حقيقة مهمة جدا أنه ساعات نلاقي أردوغان طالع مع بوتين وسمنا على العسل وثاني يوم خصوم وعداء ما عادش العالم الآن عنده ما يسمى بالتحالفات الأيدولوجية ولا بالتوافقات العقائدية ولا بنفس أن يكونوا مع بعض هي المصالح أنت عندك مصالح والمصالح تنتهي بحجم المصلحة يعني من الممكن أن يكون فيه اتنين الصبح مع بعض على مصلحة معينة وبالليل يكونوا في مصلحة تانية النهارة المصلحة التركية الروسية والتباحث حول إدلب مثلا لكن مثلا في ليبيا مختلفين ورغم أنه هم أعلنوا يوم ما كانوا بيفتتحوا الخط الغاز على أن هم حيلعبوا دور في تركيا في ليبيا إلا أنه ده ما حصلش وألمانيا لعبت هذا الدور طيب اسمح لي فانا